شهدت محافظة الوادي الجديد ختام أعمال برنامج التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ستر وعفية والذي استمر بمدينة الخارجة لمدة ثلاثة أيام تم خلال البرنامج توقيع الكشف الطبي على المواطنين بقراء المنيرة ومستشفيات مدينتي الخارجة وباريس حيث تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاق بالمجان من صيدلية القافلة وذلك في إطار توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين في المدن والقرى النائية والمحافظات الحدودية نقدم خدمات طبية بفروع الطب المختلفة كل تخصصات الطب معنا استشارين في الجماعات المصرية ونقدم رعاية طبية وأدوية وإجراء عمليات جراحية موجودة في الوادي الجديد ومعنا طأم مجهز على أعلى مستوى العمليات اللي محتاجة إجراءات تدخلية أكبر هيتم نقلها إلى مدينة القاهرة نحن نهاردة في إطار التحالف الوطني في عرس اجتماعي من خلال قافلة متنوعة من جمعية مسجد الدكتور مصطفى محمود والتحالف الوطني القافلة دي اجتماعية تبية تنوية القافلة التبية بتشمل تسع تخصصات بقالهم تلات أيام شغالين كشف وعمليات جراحية غطينا أكتر من مكان غطينا قرية المونيرة غطينا مركز باريس مستشفى الخارجة بيتم الكشف على الحالات وتحولها الحالات اللي محتاجة عمليات بيتم تحولها على العمليات وطبعا نحن نشكر هذه القافلة لجمعية مصطفى محمود التي جابت محافظتنا الجميلة من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها وقدمت مثل هذه الخدمات التي تعود علينا بالنافع طبعا نحن نتمنى إن شاء الله تكرار مثل هذه القوافل التي تؤكد الدعم الصحي لمواطني الوادي الجديد ونتمنى بإذن الله النائبة فيه تجاوب كبير جدا ونحن نرى القيادة السياسية لا تأله جهدا في توفير مثل هذه القوافل التي تعود بالنفع على مواطني الوادي الجديد